عن جهلين فان الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة وهكذا مولانا بحث مفصل يدخل ولهذا تجدون ان رسول الله صلى الله عليه والي عندما جاء لتحريم الخمر ماذا فعل اعزائي ماذا فعل مباشرة قال رجس النجس مولانا ما قال والله شكي قال بانه بها منافع ولكن مضارها اثارها السلبية اكثر ثم قال بعد ذلك لا تقربوا الصلاة ثم اخر المطاف ماذا قال ها رجس فاجتنبوا هذه مو معنى ان الخمر مولانا تحتاج الى جنان هذا بيان حرمة الخمر تحتاج الى تدريج وان الخمر مولانا معروفة الاثر هذه اين تضعوه هذا التدرج اين تضعوه تضعوه في المضمون لو في الاسلوب في البيان في التدريج هذا الذي انا اقوله اعزائي لتفتولي جيدا اسلام مدني واسلام مكي لا بد ان ننظر الى رسول الله ماذا كان اسلوبه وحكمته في العصر المدني مكي وماذا كان اسلوبه وحكمته في العصر المدني لماذا اختلف لماذا اختلف باعتبار ان الظروف مكة تختلف عن ظروف المدينة وهكذا في زماننا انت مرة تصعد مولانا المنبار وين تصعد المنبار ها في حوزة ما عندك مشكله ان تذكر التبري بنحو مؤدب كذا لكن مرة انت تريد تصعد مينبار في وسط لا يعتقد باعتقاداتك شو انت تتكلموا يا تتكلم بنفس هاي اللغة لو بلغة اخرى اذا تكلمت بهذه بهذا المنطق وبهذا الاسلوب يقال لك هذا ليس من الحكمة في شيء ان تقول هذا الذي قلته هنا انا مرارا ذكرت الاعزاء شيخنا الاستاذ شيخ جوادي مولانا كنا مدعوين الى مؤتمر للامام السجاد مولانا في من اهم القاعات والاجتماعات قاعات الاجتماع في سوريا مولانا وتعرفون القاعة معروفة مولانا من القاعات المهمة عرفته شو انا الامام السجاد شيخ جوادي مولانا كان مدعو وانا كنت مدعو وشخص ثالث معا الشيخ جوادي اول ما جلس مولانا واللي كان يديرون الوضع مجموعة من السفارة جلس مع القائمين قالهم انظروا اولا ترى احنا نعيش في عاصمة الامويين هنا يوجد تولي ولكن تبري ممنوع عجيب يعني شنو مو من فروع الدين التبري يقول نعم ولكنه لكل مقام هذا اللي قرأتو انتو اين في فن المعاني والبيان شنو كل ما يعلم يقال شنو كل مكان يمكن ان نقول كل شيء تبل تولي اكو لكن تبري ممنوع لكن نفسه هنا ماذا هو عندما يبدأ هنا في اي كلماته اولا يتولى وبعدها ماذا يتبرى من اعداه ما في مشكلة لان هناك بس تتبرى انت يقول ده يلعن منه ها ده يلعن انا انا الناب